السيد رئيس مجلس النواب سؤالي هو لوزير التعليم أيضا ففي ظل التوسع السريع للذكاء الاصطناعي وتأثيره على جميع القطاعات يلاحظ في قطاع التعليم تدهور على مستوى التحصيل الدراسي بسبب اعتماد الطلاب على أدوات الذكاء الاصطناعي بدلا من اعتمادهم على تطوير مهاراتهم الفكرية فسؤالي هو هل لدى سيادتكم أية خطط من أجل معالجة هذه الظاهرة وضمان استفادة الطلاب من وسائل الذكاء الاصطناعي كأدوات مكملة للتعليم وليس كبديل عنها وشكرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيدة إس مجلس النواب سيد وزير التقافة من أجل تحقيق أهداف رؤية 2003 للممكة المغربية الشريفة بالمجال التقافي الذي ينصر على ترويج التقافة المغربية وإبراز هويتها من بين التقافات الأخرى هل لكم مخطط يتضمن تدخل الاتحاد الأوروبي للإداعة والتفزة الذي كان نموذجا في نشر التقافات الأخرى كما نعلم أن رؤية 2030 ستكون معبرة مهمة لمغرب جديد ومرحلة جديدة للعالمين الذي التطور والآلم والآمل والعلم سيكونهم البارزين وشكرا لا شوف كان برنامج والمساطر للتدبير للجلسات هو حسب برنامج أنا استثناءا خروجا على البرنامج لكي تطرحوا هذه الأسئلة لا يجب أن نطرحوا أسئلة كل شيء عنده سؤال وكل شيء يرغب وش نفتحوا المجال إذا فتحنا المجال ما غير نوقف استثناءا أنا أعطي للتصدق سيد الرئيس المحترم السيدة الوزيرة السادة الوزراء بما أن الطفل هو مستقبل الغد ورغم أن مجهوداتكم الجبارة لازل الطفل يشهد مشكلته التوجيه من أجل الوصول إلى خدماتكم الموقارة شكرا لكم سيد وزير التربية الوطنية والتعنيم والرياضة الحقيقة ما وجدناش على هذه الأسئلة ولكن غير نحاول بإجراء ما وجدت على كل شيء إن شاء الله نجاوبه كتابة من بعد هاد المشكلة الدكاء الاصطناعي هاد مشكلة جديدة ومكينش عليش أجوبة يوميا اليوم اللي يمكن للا تقول رعدنا الحل ولكن ودايما تبقى السؤال واش هذي ماشي يعني واحد الإمكانية باش نحسنه يعني الأجوبة في المتحانات ودفشيهات كله أسئلة مطروحة ولا بغيت الله خليك قد نعطيكم أكثر تفاصيل من بعد كتابة شكرا سيد وزير التقاف شكرا شكرا